السلام عليكم اليوم بدي اخلص واحدة التيار الكهربائي الفيديو هاد المفروض ان يكون اسهل بالنسبة لكم من الفيديو الاول عني لان الاشياء تبعت اليوم كتير بسيطة بدي احكي عن الطاقة والقدرة الكهربائية هلا انت عندك اول اشي بدي ابلش فيها البطارية هي مصدر للطاقة الكهربائية فهي تبدل شغل على الشحنات وتحركها عبر اسلاك التوصيل هذا حكينا من المرة الماضية لان عندي البطارية هي بتحرك الشحنات من طرف الموجب للسالب وانفي عني قوة دافعة الكهربائية متحركها من السالب للموجب هذا الشغل اللي بتبدل البطارية تناسب مع فرق الجهد الكهربائي بتاع البطارية مقدار الشحن اللي انا قلتها عبر شو الاسلاك الان الشغل او بحكي الى الطاقة الكهربائية هذا اصلا بالجول وهي بالجول تعني نفس الاشي هو قانونه بساوي فرق الجهد ضرب الشحنة هل shiny في حالك؟ .. فرقل جهد وحدته بالفولت يعني باختصار الشغل بساوي جهد ضرب الشحنة الكهربائية اللي هو volt .. اي runter ? أو بدل كلمة الشغل بدي أحكي الطاقة الكهربائية ان هو جهض ضرب الشحنة الكهربائية اذا النظم مشابه من الأجهد هو الطاقة الكهربائية طيب هذا هو طاقة الكهربائية إنه هي بس بديك تعرف إنه هي الطاقة الكهربائية هي بتكون مصدر من ونجايم البطارية نفسها بحكي لي القدرة الكهربائية الشغل المنجز في وحدة زمن أو الطاقة التي أنجزت في وحدة زمن معين إذن القدرة الكهربائية هي الشغل في على الزمن الشغل وحدته بالجول الزمن وحدته بالثانية جول لكل ثانية اللي هي إيش؟ عندك إياها واط إذن القدرة الكهربائية تقاس بالواط أول قدرة الكهربائية بدل الشغل هي الطاقة الكهربائية على الزمن بدي أعتمد أنا وإياكم القدرة الكهربائية هاي الطاقة على الزمن طيب القدرة تساوي خط غطي على الزمن إنت شوي هلأ أنا في عندي شغلة كيف الطاقة الكهربائية كيف فصلناها من فوق ارجع شوي لفوق الطاقة الكهربائية شو بتساوي الجهد ضرب الشحنة شلت الطاقة الكهربائية وحطيت جهد ضرب شو ضرب الشحنة والزمن نزل هلأ الجهد نزل الشحنة على الزمان اش بيعطيني التيار الكهربائي اذا فيه كمان قانون تاين للقدرة اللي هو بتساوي جهد الكهربائي ضرب التيار الكهربائي تمام هلأ هذا الاشي بدنا تبلكم اياه بالورقة اللي ورا طيب انا وياكم انا بلش عندي هون قسمين طالعا شو بدي اعمل عندي القدرة الكهربائية بتساوي حيانا الطاقة على الزمن تمام طب لو ضربت ضرب تبادلي الطاقة الكهربائية شو بتساوي هي بتساوي قدرة كهربائية ضرب شو ضرب الزمن طيب اول قانون للقدرة استنتجتوا انا وياكم اللي هو كان الجهد بالتيار الكهربائي هلأ الجهد بالتيار الكهربائي هلأ اي قيمة للقدرة ضربتها بالزمن شو ده تصير طاقة مش هي قيمة القدرة جيم فتاة طب جيم فتاة بزين شو صارت طاقة كهربائية هلأ اي قوانين من هدول الثلاثة لو ضربتهم بالزمن شو بدي يعطيني الطاقة الكهربائية طيب في عندك قانون تالي للقدرة الكهربائية الهو ميم المقاومة الكهربائية في التيار الكهربائي تربية طيب كيف إيجاد هلأ نشتقه أنا وإياكم بس أنه تبعوا معي على الجدول في عندك قانون تالي للقدرة اللي هو الجهد الكهربائي تربية على المقاومة هلأ أي واحد منهم لو حكيت المقاومة في التيار تربية ضرب زين شو صار عندي اسمه طاقة كهربائية لو حكيت الجهد التربيع على المقاومة هي قدرة هاي طب من القدرة ضرب الزمن شو دي يعطيني طاقة عادي بقدر أستخدم هذا القانون هاي قدرة عندك مش هاي قدرة ضرب الزمن صفت عندك شو هي صفت بالآخر اللي هي الطاقة الكهربائية طيب بس دي أكتب هون ملاحظات جيم جهد كهربائي بالفولت تا تيار كهربائي أمبير ميم مقاومة كهربائية وزين اللي هي الزمن هذا اللي بدي أشتغل معيكم فيه طب هلأ مس رقم واحد أثبتناها بالصفحة الأولى هلأ اثنين وثلاث كيف بدي أثبتها طيب شوف عندي هون شوف شوف بدي أعمل تركز معي طريقة إثبات رقم اثنين وثلاثة للقدرة الكهربائية مستخدما قانون أوم أول ما يحكي للقانون أوم اللي هو الجهد الكهربائي بساوي التيار ضرب المقاومة هذا هو القانون أوم اللي هو المقاومة بتساوي جيم على تا أو الجهد بساوي تا ضرب ميم كيف بدي أشتغل؟ بروح على القانون القدرة الأول اللي هو جيم في تا طيب هلأ جيم شو بتساوي؟ بروح بشي الجيم وشو بحط بدا لها؟ تا في ميم فكيت الجهد موجود بساوي تا في ميم فكيت الجهد ضرب التيار تا ضرب تا تا تربيع في المقاومة بتنزل يعني ميم في تا تربيع ألطف هيك تمام لهون؟ هاي أول واحدة اثبتناها اللي هي رقم اثنين اللي هي رقم اثنين هي المقاومة في تا تربيع شو عملت كام مرة؟ قدرة بتساوي جيم في تا الجهد أصلا هو قل لي مستخدما قانون أوم الجهد بتساوي تا في ميم هذا قانون أوم بتساوي الجهد فكيته هو تا في ميم ضرب التيار تا تربيع ضرب ميم مقاومة في تا تربيع رقم على الطرف الثاني هلأ القدرة عندك هيها بتنزل أنا المرة أقول بدلت بدل الجهد أنا بدي أخلي الجهد بدي أبدل بدل مين؟ التيار أول مرة بدلت بدلها نشوف هون أول مرة بدلت بدل الجهد تاني مرة بدل بدل مين التيار هلأ أنا بعرف قانون قوم بشو بساوي الجهد بساوي تا على ميم تعفي ميم على ميم على ميم التيار لو بدي أساويه لهو الجهد على المقاومة جيم بتنزل التيار شو بساوي جيم على ميم هاي التيار شو فكيتو جيم على ميم جيم مع جيم جيم تربيع على المقاومة هاي اثبتنا القانون الثالث اللي هو جيم تربيع على المقاومة هاي اثبت هاي القوانين هذا الملخص بدك تدير بالك عليه عندك هون قدرة الكهربائية طاقة على زمان وفيه عندك جين فتاة وفيه المقاومة في تيار تربية وفيه الجهة التربية على المقاومة وأي واحد منهم ضربته بالزمان شو بدي يعطيني الطاقة الكهربائية طيب جربنا عطي أسئلة أنا وياكم سؤال مدفأة كهربائية مقاومة سلك التسخين فيها 20 أوم هلأ هون مقاومة سلك التسخين يعني ميم 20 أوم إذا كان التيار المار في السلك يساوي 10 أمبير هاي معطيني التيار طالب مني فرق الجهد الكهربائي طيب إذا بجأنا وياكم في فرع ألف طالب مني الجهد الكهربائي الجهد الكهربائي التيار ضرب المقاومة ارجع على السؤال ورا التيار معطيني إياه قيمته 10 المقاومة معطيني إياها 20 إذا عندي 200 فولت هيا عندك الجهد الروح على فرع بام طالب مني القدرة الكهربائية هلأ القدرة في إلها أول قانون هلأ ما عاشي الطاقة على الزمن مزبوط بس ما عندي الطاقة بقدر أحكي القدرة شو بتساوي جهد ضرب التيار الجهد عندك هي 200 طلعنا التيار كانت قيمته 10 200 من الفرع اللي قبل وتيار مع كيمة السؤال 200 بعشرة عندك ألفين واط ارجع رقم فرع جيم الطاقة الكهربائية طلعكي في الطاقة الكهربائية المستهلكة في المدفأة عندما تعمل مدة واحد ساعة بوحدة جول بوحدة شو الجول هلأ أنا بعرف أنه طالب مني الطاقة الطاقة قانونها القدرة ضرب الزمن القدرة طلعتها أنت من الفرع القبل 2000 واط الزمن معطيني إياه واحد ساعة بس في شغلة هلأ واحد ساعة طلع هكي ديها بواحد ساعة ولازم تطلع معاي الطاقة بوحدة جول إذا كانت هون في الساعة ما تطلع بالجول لازم أحولها لشو لثانية هون لازم تتحول لثانية هلأ من ساعة لثانية دأضرب بستين وبستين هاي عندك 2000 هون ضرب ستين ضرب شو شباب ضرب ستين ثلث صفار أربعة وخمس صفار واحد نين ثلاثة أربعة وخمس صفار ستة بستة ستة وتلاتين ضرب اثنين ستة وتلاتين ضرب اثنين اللي هي 72 واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة اش الوحدة اللي هي جول تمام لهون طيب روح على الفرع الاخير دال حكي للطاقة الكهربائية المشتهلة في المدفقة عندما تعمل برضو مدة واحد ساعة بوحدة طلاقيف كيلو واط دوت ساعة فرع دال احكي للطاقة عادي انا بعرف انها قدرة ضرب الزمن هلأ القدرة بس هو لازم حكالي انه اوجد الطاقة بوحدة كيلو واط هيك هو طالب مني لكل ساعة هلأ القدرة طلعت معاي اول فرع فرع باعه 2000 واط هاي 2000 هلأ مثل للتحويل من واط لكيلو واط بدي اقسم على 1000 هاي شوف ده اكتب لك ايها ملاحظة هون من واط لكيلو واط بقسم على 1000 تمام دير بالك عليها على 1000 هاي طبعا هيك صارت كيلو واط ضرب الزمن بيضلوا واحد ساعة ما بحوله لان هو طالب مني كيلو واط ضد ساعة شوف ثلاثة سفار مع ثلاثة سفار راحوا اتنين بواحد اتنين اذا صفت عندي الطاقة اتنين كيلو واط ضد ساعة تمام اتنين كيلو واط ضد ساعة عندك هون تحويل من واحد من واط لو كيلو واط بقسم على 1000 طيب الاشي الاخير بدي احكي عنه هون تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية هلأ انا عندي اجهزة في البيت بدي اشوف كم تكلفتها كيف تشتغل وكيف انا بطلع علي فاتورة مثلا نيجي هون تكلفة الاستهلاك بدا تكون اول شي بالفلس راح تطلع بالفلس انت دا بدان تحولها بدان يير يعني بهلل معطيك الطريقة بس انو نشوف اول خطوة تكلفة الاستهلاك بالفلس عندك القدرة الكهربائية ستكون بالكيلو واط الزمن شو بدي يكون بالساعة ضرب ثمن الوحدة هو بعطيك اياها بالسؤال هلأ بتكون مثلا بدي تكون خمسين فلس فلس skill يمكن اتكون حسب شو بيعطيك اياها فالسؤال بس هاي طلع مش هايطلع عندي تكلفة الاستهلاك بالفلس كيف راح نشتغل عليه اذا كان مرة تكلفة الاستهلاك قادرة كهربائية في الزمن في الثمن الوحدة لديك الجدول الأعتي الذي يحتوي معلومات عن بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية معتمداً علي احسب الطاقة المستهلكة من الأجهزة جميعها مدة شهر لـ 30 يوم هلأ أنا ماشي بحسبها باليوم الواحد بعدين بضربها بتلاتين إذا علمت أنه متوسط ثمن الكيلو واط في الساعة 60 فلس إذن هاي ثمن الوحدة اللي هو 60 فلس معطيك التلفاز والمدفأ والحسوب معطيك قدرة كل واحدة منهم معطيك التشغيل اليوم إنه كم ساعة باجي بشتغل بحسب لكل جهاز جهاز أول مرة تكلفت الاستهلاك للتلفاز القانون القدرة في الزمن بثمن الوحدة بس إنت دك ترجع على القانون اللي فوق اللي هو القدرة كانت القدرة عندك إياها 80 واط هون هاي 80 واط بحط 80 بس في شغلة مش بالواط حكالي بالقانون لازم تكون بالكيلو واط بروح بحكيت لك من واط لكيلو واط بقسم على شو على ألف عندك الزمن تقريبا الزمن كم عندك إياها برجع على الجدوى شباب كم 12 ساعة ضرب 12 ساعة ضرب ثمن الوحدة لعطان إياها بالسؤال اللي هي 60 فلس هاي 60 سفر مع سفر وسفر مع سفر لو ضربتهم بتطلع 57.6 فلس في اليوم الواحد تمام لهون الروعة التانية حسبنا للتلفاز بدي أحسب للمدفعة ما بدي أكتب القانون بس على السريع قدرة ضرب الزمن ضرب ثمن الوحدة القدرة للمدفعة بروح عليها 2000 واط بس قلتلك لازم أحولها لكيلو واط هاي 2000 واط لازم أقسم على ألف الزمن عندك يات ساعتين هيا من الجدول اتنين ساعة وتمن الوحدة نفسه هو بالسؤال ما بيتغير ثلث سفر مع الثلث سفر اتنين باثنين اربعة بستين اللي هي تقريبا باثنين واربعين فلس في اليوم الواحد طيب تكرفت استهلاك الحسوب برضو القدرة في الزمن في ثمن الوحدة كامل القدرة 262 برضو لازم أقسم على ألف لأنه حكيلي القانون لازم تكون بالكيلو واط ضرب عدد الساعة 8 ضرب 60 مع الاختصارات طلع معك 124.8 فلس برضو في اليوم الواحد هلا أنا أوكي ماشي عملتهم لكل واحد هلا بدي أحسب بالتلاتين يوم شو بعمل بجمع كل هاي تكلفة التلفاز بجمعها مع تكلفة المدفقة بجمعها مع تكلفة الحسوب بعد ما أجمعهم بطلع معاي التكلفة باليوم بدرب رح بضربهم بايش بتلاتين يوم يعني هيك بعمل بالأخير تكلفت تلاتين يوم كيف بشتغل؟ بحكي سبعة وخمسين فاصلة ستة هاي هي تاعت التلفاز زائد ميتين واربعين تاعت المدفقة زائد مية واربعة وعشرين فاصلة تمانية تاعت شو الحسوب بجمعهم وبضربهم بكم يوم؟ بتلاتين يوم بطلع عندك تكلفة الاستهلاك بشو شباب؟ بالفلس وهيك خلصنا بكون تقريباً واحدة التيار الكهربائي ويعطيكم العافية